اشتركوا في القناة ظروف استثنائية غير مسبوقة في مظاهر الحياة العامة حيث يلتزم المواطنين والمقيمين في اتباع النصائح والإرشادات اللازمة كنوع من المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية في مواجهة خطر انتشار الفيروس وذلك عبر مواصلتهم في الحفاظ على التباعد الاجتماعي ومكوثهم في منازلهم خلال فترة عيد الفطر المبارك ومثل ما التزمنا في شهر رمضان الكريم في بيوتنا وقبل الشهر الفضيل التزامنا في بيوتنا ومحافظاتنا على صحتنا وصحة الشعب البحريني كله فاعتقد ان العيد ايضا يجب ان نقضيه بين اسرنا داخل بيتنا بدون عزايم بدون لقاءات بدون اجتماعات وكأنه يعتبر من مثل ايام شهر رمضان الالتزام ضروري جدا لصحة عيالنا وصحة وطننا فيروس كورونا يحب التجامعات والاماكن المزدحمة فنخالفه الرأي ونجلس في بيوتنا ونلتزم بقرارات ونكون عند حسن ضن قيادتنا ولعل عيد الفطر المبارك يكون نقطة تحول في العادات والتقاليد الاجتماعية لكن التزام العائلات بيوتهم يدل على وعيهم بخطر الاختلاط في تفشي الفيروس الامر الذي يؤكد اسرارهم على اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية ليشكل خطة نجاح لفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله في محاربة هذا الفيروس أنانية البعض واستهتارة تعدى تحس المسؤولية فالالتزام ضروري وكل ما تذكرهم بالتباعد الاجتماعي نقول الله الحافظ وممكن استمرار الناس في الخطأ يدفع ثمنه الملتزمون احنا ملتزمين بالاجراءات واليوم العيد بنتواصل مع الاهل والاغرباء عن طريق المواقع الاجتماعية وعن طريق الهاتف في فئة أو البعض من الناس ملتزمين بالاجراءات وفي بعضهم يأثرون على الغيرهم ملتزمين فهذا يأثر ضرر على الكل اهالي مملكة البحرين اكدوا على اتباع الاجراءات الاحترازية واشاروا الى ان المستهترون والمتهاونون سيشكلون الحلقة الاضعف والبيئة الخصبة وربما يكونون سببا لنقل الفيروس لأشخاص آخرين على الرغم من التحذيرات التي فرضتها مملكة البحرين سعيا منها لمواجهة الفيروس مبادرة طوعية من قبل اهالي مملكة البحرين بعدم الخروج من المنازل وتغيير لنمط العادات والتقاليد التزاما بالاجراءات الاحترازية والوقائية مع الاعتذار عن زيارة او استقبال اي من افراد العائلة او الاقارب او الاصدقاء من اجل حماية المجتمع كنوع من المشاركات المجتمعية طلال نايف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين